دكتور في حاجة بقى لما انت عمل حركت الكلمة على الصفات وكده ممكن تكون في حاجة مشتركة مش هقول برضو مش عمم بس أغلبية البنات ليه لما حد بيسألنا مالك ما مدرداش نقول ونقول مفيش هو ده في حاجتين بقى مهمين أول حاجة هو التنشئة ان احنا بنربي في المجتمع البنات على الاعتمادية يعني ما نخليهمشوا معتمدين على نفسهم بدلين الموضوع ده مش مشهور قوي بره يعني يعني بره لما الستي يسألها مالك تجاوب من او مرة معقول كده والمجهود ده كله يزيع اه اه وكمان وبزكاة شوية يعني حتى تبقى مستبصرة وشايفة جواها ايه يعني وتقول في حاجات كده اه فهي الفكرة ان احنا بنربي البنت على ايه بقى بنربي البنت دايما انه ان شاء الله لما هيجي جوزك ونشوفك بالطرحة البيضة ونشوفك في الكوشة دايما يقولك يا رب تفرح بقى وتشوفك عروسة اه وتشوفك عروسة فكده ده ده النجاح بتاعك كابنت طيب عايز اروح مش عارفة ايه واسافر فيه ان شاء الله لما هيجي جوزك وي 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 فده بيتنقل ان الاعتمادية تبقى كمان في الاستقرار النفسي في المشاعر انا متضايقة انا غضبانة فانا معتمد على هذا الشخص انه يعيد لي استقرار النفسي دكتور مولا ومهتمك انا عارف لوحده ده اول حاجة بقى يعني كمان حتى وانا زعلانة محتاجة ايه انه هو طيب مهتم ممكن تعرفته يعني رجالة بتخني من كلمة دي على فكرة مهندها ممكن تكون حقيقية ده بالعكس ده هو الموضوع صعب بيصعب الموضوع رجالة جدا ليه بقى لانه نبيعرفش يقرأ عقلها ليه نبيعرفش يقرأ افكارها الاهتمام بيتطلب طيب ولا ما بيتطلبش بيتطلب طبعا يعني الاهتمام ما بيتطلبش بس انا هطلبه ولا الاهتمام بيتطلب لا الاهتمام بيتطلب القعدة في الاهتمام انه بيتطلب وبيتطلب بالتفاصيل يعني لو سمحت انا عايزك تهتم بي النهاردة واتخرجني الساعة 7 توديني السينما طبعا وعايزك كمان لما هتجيب لي ورد انا بنبسط اوي بالورد اللي لونه احمر مين اللي بيرايح اكتر يعني مين مفروض يريح التاني اكتر يعني الراجل او ست ولا تقصو دي ده ده سؤال مش قائد في العلاقة وهو ليدر وهو قائد في البيتطلب والي ريح ما دي الكلمة اللي بنقولها علشان نفقز الست المسئولية لأ لأ عشان نسكته ونخليه ويسمع الكلام ما تقولش كده ما تقولش ان احنا نفقز المسئولية هي شئلة مسئولية كلها هي المشاركة اللي علاقة فيها مشاركة ومسئولية من الطرفين في كل حاجة طبعا لما بيجيلي حد لما بيجيلي ست في العيادة وتقول لي انا متضايقة من كذا ومن كذا ومن كذا من جوزي اكيد مش بعالجي هيا لوحدة بقولها طيب ما تيجي نعالج معاك جوزي بحيث نعمل علاج زواجي للاتنين والرجالة بتريد تيجي في العيادة بيبقى في مقاومة وهقول ليه المقاومة بتكون موجودة ليه؟ علشان احنا مربين الراجل عكس الست ايه بقى؟ ان انت راجل ما ينفعش تطلب مساعدة ما ينفعش تبقى ضعيفة حاجة ما تظهرش قوعة تعيط ما ينفعش بقى الغلطة عكس الست الست نقول لها ايه؟ لا ده انتي مكسورة الجناح ولو البنت يا بنتي قوتك في ضعفك عياتي عياتي وهي دي المشكلة انه انت عملت رب التين عكس بعض فتلاقي الست جات والراجل بيقاوم قوي او حتى يعني يعني العشرين في المية او العشرة في المية لما بيجي للراجل اقولوا نفس الكلام هاتي الست علشان كمان نتعالج نعمل علاج زواجي للاتنين